السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج ودراسة على الهواء إن شاء الله في الحلقة بتاعتنا انهارضة احنا هنستكمل مع بعض تدرج الخواص في الجدول الدوري احنا كنا بدأناها في الحلقة اللي فاتت بحجم الزري وخارنا مسائل طول الربطة وكلمنا على طول الربطة التساهمية وهنأجل شوية طول الربطة الايونية لغاية ما ناخد درس عدد الاكسادة لأنه هيفيدنا كتير في موضوع اه إزاي تحسب نصف القطر وإزاي تحسب نصف القطر الايوني وطول الربطة الايونية هيبقى المسافة بين ايونين طب الايوني هنا موجب اتنين موجب تلاتة ده إن شاء الله هنخليها في عدد الاكسادة وهنربط لك الاتنين ببعض عشان نحد يشقول لي ما جبت السريط موضوع الربط الايوني طيب النهاردة هنتكلم عن نهاردة حالة مميزة عن جهد التأيون وعن الميل الالكتروني الاتنين دول خلصناهم هنخش في خاصية السليبية الكهربائية طب نبدأ الأول بخاصية جهد التأيون أولا يعني ايه أولا تأيون ده اللي هنبدأ فيه مع بعض كلمة تأيون في حد ذاتها معناها ايه؟ تعال نشوفها كده مع بعض ونشوف خلفيتك عن الجزئية دي هنبدأ بمفهوم التأيون ايه هو التأيون؟ نبدأها مع بعض واحدة واحدة أول حاجة أقول لك ايه؟ نهي مثلا كام؟ حداشر طب اللي نهي حداشر ده؟ هنشتغل عليه ازاي؟ لما تيجي توزعه هيتوزع عادي جداً هتولي موجب حداشر جوه لهالبروتونات وهنبدأ نوزع براهب اتنين ثمانية واحد طيب ده بالنسبة لتوزيع الطبيعي لو انت بسيت على دي كده دول ايه؟ هتولي دول موجب حداشر ايه؟ بروتونات اتفقنا؟ وبالتالي جهد التأيين والميل الالكتروني اللي احنا نتكلم عنهم ده الاساس بتاعهم طيب هنا بروتونات اوكي ايه دول؟ دول حداشر بس حداشر الالكترون شو حدتهم؟ سالبة متساويين ولا لأ؟ وانا متساويين ازاي؟ اتفقنا واسسناك قبل كده في الموضوع ده قتلك دي كامية مش رياضة بمعنى حداشر لعيب من الاهلي لابس تشيرت احمر حداشر لعيب من الزمالك لابس تشيرت ابيض كعدد متساويين كلون تشيرت مختلف هنا حداشر بروتون موجب حداشر الالكترون سالب كعدد متساويين كشحنة مختلفة يبقى اذا من حق هنا حط علامة يساوي طب الفرق بينهم في العدد كام؟ هتقولي حداشر ناص حداشر صفر وبالتالي بيكتب ايه زيرو يبقى لما تشوف ان ايه زيرو او يقولك اكس زيرو معناها ايه هتقولي زرة متعدلة طيب دلوقتي لو انا جيت على الالكترون الاخير ده 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 اقل الالكترونات ارتباطا بالنواة واحنا شرحنا الكلام ده في الحلقة اللي فاتت بالتفصيل لو انت اعرضته لطاقة يعني ايه طاقة؟ دي طاقة حرارة سخنته ايه اللي هيحصل؟ السرعة الدورانه هتزيد القوة الطابقة المركزية هتزيد يخرج من الزر وساعتها كان بيكتب لك على السهم كلمة فقد يبقى لاخر واحد او اتنين او تلاتة لو تفتكر كان بيقول ايه؟ يقولك ان احنا هنفقد الالكترون ده ليه؟ اقل الالكترونات ارتباطا بالزر وبالتالي بعد ما اتفقد اصبح اللي موجود ايه قدامنا قواقع هتقولي الموجب 11 جوه زي مهم اللي هم البروتونات طب بره بقى كام؟ هتقولي اتنين تمانية طب تعال كده نلعب لعبة الاعداد مع بعض موجب 11 اهيه اتنين وتمانية كام؟ عشر سالب عشر اقدر احط هنا علامة يساوي هتقولي لا انسى ليه؟ مستر بقى عدد فيهم اكبر من التاني مدام الاتنين مش متساويين وانت مغمض ده يسمى ايون طب مين ازياد من التاني؟ الموجب ازياد من السالب خلاص يبقى ايون موجب وبنسميه كاتيون باللاتيني طب هو ازياد بقد ايه؟ بواحد يبقى اني ايه؟ موجب واحد كده او اني ايه؟ موجب واحد بالشكل ده طيب دلوقتي كان زرة متعدلة خط طاقة اقل الالكترونيات ارتباطا بالزرة لضعف كوة الجذب عليها عملية فقط فتحولت الزرة بتاعتك من الزرة متعدلة الى ايون يبقى الطاقة دي ما لا؟ الطاقة دي تسببت في تحويل الزرة المتعدلة الى ايون موجب ولذلك تسمى باسم طاقة التأيون او جهد التأيون ما جهد يعني طاقة يبقى سبب التسمية ايه؟ ان طاقة التأيون هذه تتسبب في تحويل الزرة المتعدلة الى ايونات عن طريق انها تزيل ايه؟ اقل الالكترونيات ارتباطا بالزرة بس خلي بالك الكلام ده مش هيحصل الا في الحالة الغازية وهنلعب على الحتة للحالة الغازية دي كتير والسؤال ده يمكن نوصل ليه في موقع الواتس اه كان في طالب بيسألني ليش معنى الحاجات دي في الحالة الغازية؟ يعني ما اجعرف جهد التأيون بقول ليه؟ مقدار الطاقة اللازمة لازالة او فصل اقل الالكترونيات ارتباطا بمين؟ بالنواة ارتباطا بمين؟ بالزر في الحالة الغازية شمعنا الحالة الغازية نتعلم مع بعض حاجة دلوقتي المادة بتاعتك لو في حالة السوليد استيت يعني ايه؟ حالة صلبة بتسخن طب الحالة الصلبة جميع الجزيئات بتبقى مطربت مسافات اللي بينها مفيش لما بتسخن الطاقة دي بتتاخد عشان تبعد الجزيئات دي عن بعض فلما بتبعد عن بعض بتتحول عندك من الصلب للسائل يبقى هنا اللي خدت طاقة الجزيئات ليه؟ للتغلب على كوة التجازب فتحولت من صلب لسائل لما بتسخن تاني بتتحول لك من سائل ليه؟ لغاز في حالة الغازات بيحصل انتشار للزرات والجزيئات بيد عن بعض لما تيجي تسخن غاز بقى هتجي تسخن غاز الطاقة هنا هتروح على مين؟ هتقول لي على مكونات الزر طب مكونات الزر النواة والالكترونات الالكترونات الداخلية اللي احنا بنسميها الكور الالكترون يعني ايه؟ يعني اللي هي الاتنين والتمانية في المثال بتاعنا ده دي ستيبل استقرة كاملة وبالتالي متماسكة عشان تخرج بينها الالكترونات او تتأثر بالحرارة او التسخين اللي انت عملته ما بيحصلش الا في ظروف معينة اقل الالكترونات اللي البرة بقى الواحده البعيد هو ده اللي بيتأثر بالحرارة دي بس الكلام ده امتى؟ لما بتوصل حضرتك للحالة الغازية عشان كده في التعريفات كان في بعض الناس سألوا في الموضوع ده ليه بيتقال في الحالة الغازية لان التأثير الكامل على الالكترون بيبقى في الحالة الغازية وليس في الحالة الصالبة او السائلة لنساعتها الطاقة بتاعتك بتروح على فين؟ الطاقة بتروح على التغلب على كواه الجزائيات دي اول نقطة طيب انا شلت الالكترون اقدر اعمل اللي انا عملته ده في الورقة دي في معادلة كده بسيطة نقدر نقول فيها ايه بص يا سيدي لو انتلك كان عندي ايه كان عندي اني ايه زيرو ده كان ايه ده كان زرمد عادل الديته ايه الديته طاقة اللي هي الاي الانيرجي تحول الى هتقول لي اني ايه موجب واحد ده ايه ايون موجب مين خرج منه هتقول لي الكترون يبقى المعادلة دي بتعبر عنه هتقول لي بتعبر عنه تأيون والطاقة دي تسمى ايه تسمى طاقة تأيون او جهد تأيون واضح ادي اول نقطة طيب دلوقتي الطاقة دي الزرة خدتها ولا خرجتها لا دي دي زرة اكتسب الطاقة ما بقى انها اكتسبت فبيت قالك ان دلتا ايتش هنا بالنسبة لي قيمة موجبة مستر ايه دلتا ايتش دي ده اختصار لكلمة هيت يعني ايه يعني حرار ما انت سخن وبالتالي قيمة موجبة ليه لان الزرة اكتسبت طاقة نتيجة اكتسب الطاقة خرج الالكترون يبقى دا شكل معادلة جهد التأيون بتاعي افنا طيب دا كده بالنسبة لنا اه بتعبر عن جهد التأيون نقص حاجة او نقص حاجة نقص ايه نقص ان انا اوضح لك اني لازم احط حرف الج هنا خلي بالك اه ليه لانت لك في الحالة الغازية يعني دا ممكن سؤال يجي لك مستويات علم يجي لك ايه اي من المعادلات الاتية تمثل جهد التأيون ويروح يا جاي كاتب لك الشكل ده يقول ايه اس زائد اي اي مجاب واحد زائد الكترون ودلتا ايتش بتاعتك مجاب اي جي زائد انرجي اديتك اي مجاب واحد زائد الكترون ودلتا ايتش بتاعتك سالب اي جي زائد انرجي دي ديك اي مجاب واحد زائد الكترون ودلتا ايتش بتاعتك مجاب ادي ثلاث معادلات في الاختيارات طب تعالي نحللها اول شيء ايه بترمز للزرة المتعدلة طب ايه دي حالة صلبة غلط مستر التعريف بيقولنا في الحالة الغازية يبقى التعريف الاولاني غلط طب تعالي دي ايه ملح جي جي يعني ايه غاز صح يا مستر كمل خد الطاقة تمام تحولت الى ايه مجاب واحد والالكترون خرج بس دلتا ايتش هنا سالبة دلتا ايتش هنا سالبة معناه تفاعل طارد للحرارة وليس مص للحرارة يعني هنا مجاب يعني ماص وسارب يعني طارد اخذ تفقوا له سنوي وبالتالي لا ده انت اكيد دلوقتي دي بالنسبة لي غلط عشان دي مش عشان شكل المعادلة فما تستعجلش في الاختيارات طب لو هنتكلم بقى على دي هتقول لي لا ايه هنا غاز خد انيرجي طاقة اتحاول لا ايه مجاب ودلتا ايتش هنا مجابة هي دي الاختيار الصح بتاعنا وده كده من نسبة لي بيبقى تطبيق في مستويات عليا على الشكل الجديد بتاعك في الاسئلة ان هجيلك حاجات زي دي طيب ده كده سبنا جهد التااين جهد التاين النظام وده تاين مجدار الطاقة لازمة لاذا اللي تقى فاصل اقل الالكترونات ارتباطا في الزر بالنواة في الحالة الغازية طيب خرجت اهو الالكترون يعني فيه عندي سوديوم خرج واحد طب الماغنيسيوم تعال كده نشتغل على الماغنيسيوم عشان نشرح عليه حاجة لو تلك ام جي تولف اتناشر عايز اشتغل عليه هقول لك حاضر موجب اتناشر عادي جدا هتوزع هتقول لي اتنين تمانية اتنين ده توزيع ده دي احنا بنشتغل بالتوزيع اللي وصل لك المفهوم هنا انا عندي اتنين الكترون موجودين اتنين الكترون دول ملهم دول اقل ارتباطا بالنواة ليه اتنين دول طيب دلوقتي لو انا سخنت ايه يبقى دول اللي هتأثروا الاول هل بنفس التأثير هل زي بعض لا واحد فيهم بيبقى في مدار اقرب واحد فيه بيبقى في مدار ابعد حاجات بسيطة جدا وبالتالي لو قلت ان ده ابعد يبقى ده هياخد الطاقة ويخرج طب لما يخرج يبقى شكل المعادلة عامل ازاي؟ هتقول لي امي جي كانت زيرو خد طاقة تحول الى امي جي موجب واحد زاد الالكترون اللي خرج ودلتا اتش ملساش انها موجب ده خرج قوة الجذب على الباقي اللي موجود هيحصل لها ايه؟ هتقول لي تزداد وفتكر المثال بتاع الحلقة اللي فاتت اللي تكلمنا فيه قلتلك كل ما يخرج بينك واحد كل ما قوة الجذب على الموجود هيزيد تمام؟ خلاص فاضل لي هنا واحد طب لو انا هروح تمزود التسخين هو انا هزود التسخين ليه؟ مستر تلسة بتقول لي قوة الجذب بتاعتك زادت معنى كده ان احتاج طاقة اعلى عشان اخرج ده يبقى انا الامي جي موجب واحد اللي ده بعد ما ده خرج خد هو كمان طاقة وتحول الى امي جي موجب اتنين زاد الالكترون اللي خرج ودلتا اتش هنا برضو موجب طب بالنسبة لنا بقى عشان اتكلم في دي اوان يزهم ازاي هقول دي اي وان دي اي تو دي دلتا اتش وان دي دلتا اتش تو طيب اي وان بتعبر عن خروج او الالكترون طب اي تو هتعبر عن خروج الالكتروني التاني وبالتالي تسمى اي وان باسم جهد التأيون الاول اتنين هتساوي جهد التأيون التاني طب دلتا اتش وان ودلتا اتش تو دي بتعبر عن كمية الحرارة لازمة أو كمية الطاقة لازمة للإزارة أو فصل أو الإلكترون طب دي تاني إلكترون السؤال مين فيهم أعلى هتقول لي لا مدام قوة الجزب زادت في الحالة التانية يبقى إذن جهد التأيون التاني دائما أعلى من الأول يبقى اي تو دايما جريتر زان أو أكبر من اي وان طب ليه هتقول لي يا مصر بعد فقد أول إلكترون ازدادت قوة جزب النواة أفضل على الإلكترونيات الموجودة المتبقى منها وبالتالي لإزالة أو فصل أي إلكترون آخر هنحتاج لطاقة أعلى من الطاقة الموجودة في الإلكترون الأول واضح؟ تمام طب يبقى كده جهد التأيون التاني أكبر من الأول للسبب ده طب أنا دلوقتي خرقت التاني يا ترى لو حبيت أخرج التالت من هنا من التمانية دول هعرف أكيد أنت دلوقتي خرجت الأولاني كوة الجزب زادت على المتبقى لكله تمام احتاجت طاقة أعلى عشان تخرج التاني تعالى في التالت التالت أنت هنا مستوى طاقة مكتمل بالإلكترونات بما أنه مستوى طاقة كامل مكتمل بالإلكترونات يبقى ونت مغمد كده أنت محتاج طاقة هيلة جدا عشان تخرج الألكترون من التمانية وبالتالي جهد التأيون التالت في الماغنسيوم عالي جدا وفكر في الحتة دي عشان بعد شوية هتاخد مسألة فيها كده فكرة هيباين كويس قوي أنت فهمت الحتة دي ولا لأ التاني اللي أولاني خارج ما فيش مشكلة كوة الجذب زادت على الموجود التالي خارج بطاقة أعلى ما عندناش مشكلة التالت هتكسر مستوى طاقة كامل أه فرق الطاقة كبير تمام طب واحد يسألني يقول لي طب بعد ما اكسر المستوى الطاقة الكامل في الماغنسيوم خرجت التالت لو خرجت الرابع هحتاج طاقة أقل والله أكتر في الرابع عن التالت ده بقى سؤالي لي كنتم أنا عايز إجابة لي تمام دي واحدة طيب التانية بقى لو بسكن الصوديو اتنين تمانية واحد الأولاني خارج طب التاني هتقول لي كسر طاقة مكتمل كلام سليل جدا طيب هرسم لك رسمة وهتقول لي مين فيهم هيحتاج لطاقة أعلى عشان أكسره قادي الصوديو إنه 11 موجب كام 11 اتنين تمانية واحد ماغنسيوم كام 12 موجب 12 اتنين تمانية اتنين شلنا الأولاني خلص الكلام يبقى كده بنسميه 1 جود التاني الأول شن الأولاني 1 مفيش مشكلة فضلي واحد هنا كمان أخباري التاني هنا هتقول لي لا ده التاني هنا في الصوديوم هيبقى أعلى من التاني اللي موجود في الماغنسيوم لأن هنا بتحتاج لكسر طاقة مكتمل كسر مستوى طاقة مكتمل وبالتالي أجا أقول لك علل جود التأيون الثاني في مين هتقول لي في الصوديوم ماله أعلى بكسير من جود التأيون الثاني في مين في الماغنسيوم هتقول لي أنه احتياج لكسر مستوى طاقة مكتمل بالالكترونيات وهذا يحتاج لطاقة عالية طب السؤال بقى فني الثاني خرج عايزة خرج الثالث وإيه اتنين هنا عايزة خرج الثاني يبقى أنا عندي هنا موجب 11 اتنين تمانية وعندي موجب 12 اتنين تمانية هنا هيبقى بالنسبة لي جهد التأيون الثاني هنا بالنسبة لي هيبقى جهد التأيون الثالث مين في دول أكبر وليه وهستنى الإجابات بتاعتك خلاص ده كده بالنسبة لخاصية جهد التأيون والشغل بتاعك تخلي بالك كويس قوي أن كسر مستوى طاقة مكتمل بيحتاج لطاقة هيلة جدا طيب أسئلة تراكمية وأسئلة مستويات عليا على جزئية جهد التأيون قبل ما نروح بقى على تدرج الخاصية في الدورات وفي المجموعات وبتزيد وبتقل له الكلام ده لا لا سئلة كده بتخلي مئة مرة ايه ده طب خد السؤال ده كده وتعالى نفكر فيه مع بعض السؤال بيقول حدد العدد الزري لعنصر يقع في الدورة الثالسة اذا كانت قيمة جهود تأيونه كالتالي بيروح مندي الجدول بيولد هنا كده ده الاول ده التاني ده التالت بيقول لك العنصر هنا بنسبالنا اكس ده الفرست بتاعك طب اكس انزامو جهود تأيونه الاول كان عندنا الرقم ده حوالي مثلا الف جول جهود تأيونه التاني كان حوالي الفين وخمسمائة جول جهود تأيونه التالت حداشر الف جول ايه دي بقى من راحة كده اقصتك فيها دلوقتي ده جهود تأيونه الاول الف جهود تأيونه التاني الفين ونص كلام سليم ليه زادت صح ليه زادت لان ده بالنسبالي التاني كوة الجزب زادت فاحتاجت طاقة زيادة عشان اخرجت تاني الرقم قريب من بعض شوية يعني الف ونص فرق طب اخبار التاني مع التالت ايه اقول لي لا 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 ايه ده ده انتهنا من الفين ونص نطت ل 11000 يبقى انت في التالت هنا انت كسرت مستوى طاقة مكتمل تمانية من غير ما افكر تمام يبقى انت كده بتحلل الارقام بتاعتك وبتشوفها شغال ازاي طب هو بيقول لي حدد العدد الزر اعرفها ازاي هو قال لي اقع في الدورة الكاملة مش التالتة خلاص ده مفتاح الحل بتاعتك في الدورة التالتة يعني عنده التلت مستويات طاقة كاملة يعني ممكن التالتة يبقاش كامل يعني مش طاقة كاملة يبقى نوبل جاز او غاز خامل لا طورة التالتة تلت مستويات طاقة الاولاني دايما بيشيل اتنين والتاني قلنا تماني عددك هنا كام هنا لا تفرق بقى من القيم دي انا هاعرف دي ايه ده الاولاني ده التاني ده التالت مصر الاتنين دول قريبين من بعض ده التالت يبقى خرج من التمانية دي يبقى الاتنين دول كانوا موجودين هنا جنب بعض في المستوى ده يبقى هنا اتنين الاولاني اللي خرجه هو بالف والتاني خرج بقى الفين ونص التالت لما خرج من هنا كسرنا مستوى طاقة كامل بحداشر الف مستر ده العدد الزري بتاعي اتناشر كده انت حددت العدد الزري من العدد الزري بقى روح زي ما انت عايز عايز موقع شغال عايز تكتب الان والال والم ال والكلام ده كله تقدر تشتغل عليه زي ما انت عايز ده كان بنسبالنا في خاصية جهود التقاين واهم الاسئلة اللي ممكن تجيني فيها جهد التاني الاول والتاني والتالت وهكذا وعرفنا الاسباب بتاعي تقاين طيب ناخد اخر حاجة في جهد التقاين تدرج خاصية جهد التقاين في الجدول الدوري هتمشي ازاي تعال نشوفها مع بعض هي بالزبط ماشية مع قوة الجزب لو انت ركزت في قوة الجزب اللي احنا قلناها دي بنسبالي مجموعة دي بنسبالي دورة يبقى هنا في خلال المجموعة دايما قلنا من اعلى الاسفل بيزداد العدد الزري في خلال الدورات بنقول من اليسار لليمين لو هنتكلم هنقول من اعلى الاسفل كان بيحصل ايه قوة الجزب تقل بيبقى ان قوة الجزب تقل لا يبقى ازا جهد التقاين يقل طب من اليسار لليمين كان ايه بيحصل ايه قوة الجزب قوة الجزب بتاعتي كانت بتزداد ورجع الحلقة اللي فاتت كويس طب بيحصل ايه لما تزداد كان معاك كمان جهد التقاين بتاعك هيزداد بالمناسبة في نهاية المجموعة الاولى هنا موجود عنصرين السيزيوم والفرانسيوم بنستبدل الفرانسيوم من ان عنصر مشاع وبناخد السيزيوم السيزيوم ده موجود في الدورة الستة عشان بس نعمل لك تطبيق لجهد التقاين على طول السيزيوم موجب خمسة وخمسين بتتوزع الكترونياته في ست مستويات طاقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة اخيرها بما انه في المجموعة وان ايه يعني عندي الكترون واحد هنا بما انه بعيد جدا عن النواة كوة جذب النواة عليه ضعيفة جدا وطاقة الدوق كافية لازالة هذا الالكترون وبالتالي يستخدم السيزيوم في الخلايا القهر ضوئي ليه هتقولي البعض الالكترون كل القهر بالنواة طاقة الدوق كافية لتحريره وتحويله لأيون هتبقى جهد التقاين واضح يبقى انت كده خدت تطبيق عملي كمان انا اجو قال لك الخلايا القهر ضوئية قائمة على خاصية في الجدر الدوري وهي هتقولي جهد التقاين ليه لان ازالة اوفاص الالكترونات تؤدي خيال سواني فيه ناس بتقولي يعني خلايا قهر ضوئية لو انت مشيت دلوقتي على الطرق الصحراوية او اللي احنا بنسابه لخلايا الشمسية هتلاقي عميلة النور كلها مفيش كابل الكهرباء لا ده عبارة عن خلايا شمسية متركبة على العمود من فوق بتخزن طاقة الشمس وبتتحول لطاقة كهربية بالليل طب فكرة التحويل ايه كل الموضوع اللي هو عنصر السيزيوم ده بيتعمل منه شرايح بيتعرض لدوق الشمس بيخرج منه الالكترونات يبقى بيحصل له تأين لما بيتأين الالكترونات بتتحرك بنحط لها سلك تمشي فيه حصلت على طيار كهرباء ده اسمها الظاهرة لكهر ضوئية خدت ضوء بطاقة حرر الالكترونات مشيت في سلك عملت لك كهرباء دي فكرة منطقة البساطة طب ده كده خاصية جهد التأين وبنلعب فيها في الفقر الخاصية العكسية بقى الخاصية العكسية بتاعتك اللي هي الميل الالكتروني ايه بقى خاصية الميل الالكتروني دي بتاعنا نمشيها كده مع بعض واحدة واحدة ونعرف كويس قوي الاستثناءات فيها يعني الخاصية في حد ذاتها ما فياش مشكلة إنما الاستثناءات اللي موجودة في خاصية الميل الالكتروني كبيرة جدا نمشيها واحدة واحدة بس يا سيدي ادي الدورة التانية كمثال هناخد الليسيوم البريليوم هنا ده تلاتة ده اربعة البورون خمسة كربون ستة النايتوجين سبعة الاو تمانية والاف تسعة وخلي بالك انو ما بقربش للغازات الخاملة انهائي لان دي خارج الدراسة بتاعتنا تمام وبالمرة هي اعلى جهد تاين اول انتفقنا طيب نوزع ده هتقول لي موجب تلاتة طيب قبل ما نروح لتوزيع دوت معنا اسراء من البحيرة حالو السلام عليكم حالو السلام حضرك اقتائزة بالتوزيع الالكتروني للعنصر اكس قولي اه اكس اي اربعة ومسين اكس اي هما موجباfen اكمل اكس اي propose اكس اي طيب اوكي ده اول واحد يعني? او. ده ماشي كمل? اه التاني واحد 6s2. 6s2. 5d1. 5d1. 4f10. 4f10. ماشي ها? 4f10. خلاص? ده تاني واحد. ده التاني ولا التالت? ده التالت. طبعا للتاني كام? التاني اخره 4f10. طبعا الاولاني 6s2. 4f10. 5d1. او. طيب. والتاني. 6s2. 5d1. او. خلاص? او تمام. طيب. بس اسراء. الاخير مستبعد. مستبعد? او. لي? هنا حسب مبدأ البناء التصعودي. فكرة اس اسو بس بس. او. تمام. التوزيع الطبيعي ايه? ان 6s وراها 4f وراها 5d. او. ده كده بيحقق لي ببدأ البناء التصعودي. او. واضح? او. يبقى 6s2. 5d بياخد واحد. والباقي بيترمي في الاف اللي عندنا هنا. او. عندي هنا عشرة يبقى ده عشرة. ده اللي بيحقق مبدأ البناء التصعودي. واضح? واضح. يعني اختيارك الصح المفروض اللي هي تبقى رقم واحد. واحد. طيب. بالنسبة لنا احنا انا ممكن نعكس دي يا مستر واكتب دي ما كان دي اقول 6s2. 5d1. وبعدين فور اف عشرة. على اساس ان ده تملأ قبل الاف بواحد او ينفع. سمعني? او سمعني. ينفع مش ما ينفعش لا ينفع. حتى احنا بنشرح الحلقة دي لو تلاحظ اللي انا رتبتها بالترتيب ده عشان يوريك ان سلسلة اللي انساني دات كلها متشابهة. او. كمام? تمام. يبقى انا دلوقتي. لو قال لي مبدأ البناء التصعودي وقال لي التوزيع التالي ينطبق على مبدأ البناء التصعودي يبقى رقم واحد الاجابة الصحيحة وهسكت. تمام. لو جاء قال لي خواص اللي انساني دات تتشابه في انها جميع مستوياتها في الاخر ويروح كاتب لي التوزيع. لو كاتبوا لي بالطريقة اللي وردتها لك دي الاجابة صح. انا رتبت مستويات طاقة للشرح. تمام. انما كم ابدأ بناء التصعودي لا الاختيار الاولي. تمام. هم? حاجة تاري? اه شكرا. شكرا يا اسراء. طيب نكمل شغلنا. احنا كنا نكتلم على توزيع عناصر فيه الدورة التانية عشان نشوف قوة الجاز بوجود التأيون هيبقى اخبره ايه? لا سورة الميلة الالكتروني. طيب نمشي مع بعض واحدة واحدة. اللي سيم تلاتة هيتوزع اتنين واحد. البريليوم هيتوزع موجب اربعة. اتنين اتنين. اه موجب خمسة هيبقى اتنين تلاتة. موجب ستة هيبقى اتنين اربعة. هنا لانها هيبقى موجب سبعة اتنين خمسة. وموجب تمانية اتنين ستة. وهنقتفي في الاخر بموجب تسعة الفلور اتنين سبعة. طيب. اولا. الالكترون تايح. يعني ايه تايح? مش من هنا. مين اكتر الزرات اللي قدام عيني له قابلية لجذب هذا الالكترون. طب هو اللي هيجذبه هيجذبه ليه? هتقول استاني. الالكترون ده هيجذبه اعلى قوة جذب موجودة في الالزرات دي كلها. اقول لك اجابة صحيحة. طب انت خدتها معايا الحصة اللي فاتت والحلقة اللي فات. ان من اليسار لليمين بيحصل ايه? من اليسار اليمين تزداد قوة الجذب. اعلى قوة جذب هو ده. يبقى ده بما انه اعلى قوة جذب هو اللي هيجذب الالكترون نحيطه يا مستر. الحاجة الاهم ده اخره سبعة. يعني الالكترون اللي هيخش هيحقق له اكثر استقرار هيبقى اتنين تمانية. يبقى هنا قابلية الزرات لاستضافة الالكترون والجذب الالكترون تختلف فيما بينها. لو كلمتك عن ده هتقول لي هقولك ده ينفع اضيفه ايه? هتقول لي اضيفه ايه? ده اخر واحد. عايزره يمشي. طب وده نفس الحكاية. طب وده نفس الكلام. فهمت قصد ايه? طب الالكترون ده هيكمل مين ويخليه مستقر هتقول لي ده. واضح? يبقى قابلية. الزر. لاستضافة الالكترون. يعني استضافة اكتساب. الالكترون دي اللي بنسميها الميل الالكتروني. يبقى كلمة ميل معناه ايه? انا بحبه. بحب ميل بحب الالكترون يجي عندي. واضح? طيب. قبل ما نكمل معنا اينجي من اسيوك. حلو? اهلا يا مستر. اهلا يا اينجي. الحمد لله. مستر هو انا عندي سؤال عن الباب الاول. يا الباب الاول طبعا خلينا ماشي قول. هو ما الذي اقصر? ما الذي كان على صمته يجب على صمته وفعله ليحصل على المعلومات التي كان بحاجاتها لحساب نسبة السحنة الى الكتلة. والاختيارات. رقم واحد استبدال المجال الكهرابي بالمجال المغناطيسة. رقم اتنين مغزنة انحرافات المجال الكهربائي والمغناطيسة. رقم تلاتة تقوية المجال الكهرابي بسدة واضعاف المجال المغناطيسة بسدة. خلاص? بس كده هو بتسأل كده. طيب. هو تنصر عمل تجربة ايه? اشاعة المهبت. كويس قوي. اه دلوقتي في اشاعة المهبت. تلات اشاعة المهبت معاكي وتأثرت بالمجال الكهرابي والمجال المغناطيسة صح? اه. ماشي. مين بيأثر في الشحنة? اللي بيأثر في الشحنة? مجال الكهرابي. اه مجال الكهرابي اه. مين اللي بيأثر في المجال المغناطيسي الكتلة? شو تعمل حسابك. الجسم المتحرك بكتلته هو اللي بيتسبب لك او بتأثر اكتب المجال المغناطيسي. انتفقنا? تمام. حلو. انت عايزة تحسيب ايه? نسبة الشحنة الى الكتلة. حلوة قوي. الشحنة وكتلة. يبقى انا هتستعمل المجال الكهرابي ومغناطيسي. اوكي. عندك الاختيار بيقول الكلامنا صح? اه. بس خلاص. ماشي انجي? يعني ايه? يعني ايه? الاختيارات ايه انجي? الاختيارات ايه? الاختيارات? هم? استبدال المجال الكهرابي بمجال مغناطيسي. ماشي. ده كده? بس بس. خلينا نحل الاختيارات. استبدال مجال كهرابي? يبقى انا هالغي كده الشحنة. اه كده مش تبقى في شوك. يبقى كده الشحنة بتاعت مش هتتقص. او مش هدرس تأثير شحنة. انت بتقولي في السؤال ان انا هدرس نسبة الشحنة للكتلة. والانحرافات كمان بتاعته. كملي. موازنة انحرافات المجال الكهرابي بالمغناطيسي. ايوه? كملي التالتة? التالتة تقليل المجال الكهرابي بشدة. واضعاف المغناطيسي بشدة. خلينا في التالي. دي الاقرب للصحة. للصحيح بتاعنا. ان انا اوازن لاتنين. لان انا عايز نزبط. عايزة ادرس الشحنة. وادرس الكتلة في نفس الوقت. والانحرافات بتاعتهم ايمة على الحتة دي. اوازن الاتنين هدرس العلاقة ما بين الاتنين. ماشي? ماشي. حاجة تانية عنجي? لا شكرا. العافية. ماشي. اه نرجع للحتة التانية بتاعتنا. اول شيء. يبقى انا دلوقتي قابلية الزرة لاستضافة الالكترون. ده اللي احنا ملون عليها خاصية الميل الالكتروني. طيب. يبقى اي بقى ميل الالكتروني? ان الزرة تكتسب الالكترون. طب تعال كده تفاهمك. وهي بتكتسب الالكترون? هيحصل ايه? الميل الالكترون خلاص. ادي اتفقنا ان الفلور موجب تسعة مسلا. ادي اتنين ودي السبعة. الالكترون هيخش هنا. هيبقى كام? هيبقى اتنين تمانية. ما عنديش مشكلة. بالنسبة لي بقى دلوقتي. الالكترون ده وهو داخل هيحصل ايه? عشان نتفق عليه. هنرسم دي. موجب تسعة. المنظر الاولاني في اتنين الكترون. المنظر التاني في سبعة الكترون. طبعا كل واحد في المنظر خاص بيه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. وعندي الكترون داخل. هنا. البروتونات اللي موجودة هنا بتجذبه. يبقى كده الالكترون ده واقع تحت قوة جذب. طب وهو داخل دي الكترونات سالبة ولها مجالات. وهو كمان ليه مجال? هيقع تحت قوة تنفر ما بينهم مش عايزينه. ليه? ده داخل ياخد من نصيبهم في قوة الجذب. وبالتالي الالكترون اللي داخل يقع تحت. تأثير قوة جذب النواة. وفي ايضا بيحصل تنفر بينه بالالكترونات اللي موجودة. الفرق بين قوة الجذب بتاعت النواة. وقوة التنفر. هو كده كده هيخش. بيخرج على هيئة الطاقة. الطاقة دي تسمى باسم الميل الالكتروني. فمن هنا جيت تعريف ايه? الميل الالكتروني. مقدار الطاقة. مال المنطالقة. هي انطلقت ليه? كفرق بين قوة الجذب والتنفر ما بين اللي اتنين. عندك الطاقة. او الالكترون ده هيديك اكثر استقرارا. تمام? اكثر استقرار يعني اقل طاقة. يعني الزرة برضو بتاعتي بتقيفك الطاقة. في اسباب كتير للطاقة اللي طالعة دي. من دمنها السبب ده. وهنحتاجه في شرح الاسستانيات اللي موجودة. يبقى تعريف الميل الالكتروني ايه? هتقول لي مقدار الطاقة المنطالقة. عند اضافة الالكترون. لميل للزرة? في الحالة الغازية. واضح? طب اعمل له معادلة. هتقول لي اكس. زيرو. خدت الالكترون. طلعت لي او تحولت الالكس سالب واحد. بقيت ايون موجب. وطلعت لي طاقة. الطاقة دي هي اللي بنسميها الميل الالكتروني. دلتا ايش هنا بالنسبالي هتبقى اقيمة سالبة. طيب قبل ما نكمل فيه تلفون معانا مصطفى. هلو? هلو? هلو السلام عليكم. هلو السلام? زكا مشتا? زكا دارشا وبرك ايه? الحمد لله عمنا انت. يقول. انت في الباب الاول. برضو الباب الاول? طب اقول. الجدول المقابل وضع عدد الالكترونيات الموزيدة في اتبطاك. اقول لك الجدول انا. تاني. هاتمالي جدول? ايو. لا. هو ما فيش وقت للجدول دلوقتي. بصها مصطفى. اه رقم الوطس مع الكل. مجموعة الوطس. طيب اقول لهم لك طيب? مع المشكلة ان هنرسم جدول احنا فيه شغل. ابعتلي السؤال على الوطس وانا ما قعد هجبهولك اول الحلقة جاي. ماشي. ماشي يا دارش? انه ان ده جدول وارقام ممكن نكتب حاجة غلط ونجاوب حاجة غلط. نشتت الزميل. الزميلة. طيب انا? طيب. نكمل شغل انا. كده ارفت طاقة الميل الالكتروني. طيب. بالوقت في طاقة خارجة وطاقة داخلة. الطاقة اللي داخلها ديته اكتسبتها الزرطة من اجهود تقاين. الطاقة اللي خارجة معك اسمعها. ميل الالكتروني. هنا دي. سالبة دي. مجابة. طيب. اول تركة هيجي لك هنا في هنا. بص التلات معادلات دول ويحددلي نوع الطاقة في كل معادلة فيه. اكس زيرو. خدت طاقة. تحولت ل اكس مجابة واحد. زائد الكترون خرج. ودلت ايتش مجابة. اكس زيرو. خدت الكترون. تحولت ل اكس سالب واحد. وخرجت لك طاقة. ودلت ايتش هنا سالبة. اكس زيرو. خدت طاقة. وفدلت اكس زيرو زي ما هي. ودلت ايتش مجابة. حددلي الاي في كل واحدة فيهم اسمها اي. نبدأ باول واحدة. الاولانية. كانت زرة متعدلة. تحولت لايون مجاب. يبقى دي مستر جهد تاين. التانية. طاقة خرجت نتيجة اكتساب الكترون دي ميل الكتروني. وعرفت كمان من دول. طب الاخيرة دي ايه. هتقول ليلة استان. ده ده كده الطاقة. الزرة خدتها. وخلي بالك حرف جي تحت كل واحد. خدت ايه. خدت طاقة. وفدلت زي ما هي. ده ايه ده بقى كوانتم. يعني الالكترون فضل يطلع وينزل في مستويات الطاقة بس ما خرجش. بس دي منقول لعليها زرة مستقرة. ودي زرة مصارة. طيب. ده بالنسبة للميل الالكتروني. اهم. الاستثناءات في الميل الالكتروني. ده اللي هماني. لان ده الاسئلة كتير او فتك بالحطة دي. تعال نشوف. ايه اهم الاستثناءات? رقم واحد. مجموعة ايه? والمجموعة فور ايه? والمجموعة فايف ايه? والمجموعة سيفن ايه? طيب. نخطهم كده بسرعة. تو ايه? زي مين? زي البريليم. اربعة. وزعهولي. هتقولي وان اس تو. تو اس تو. تو بزيرو. هنا فاضي. ده كده مكتمل في الاس. وفاضي في البي. ادي حالتين من حالات الاستقرار. طيب. يبقى ازا الالكتروني اللي هيتضاف مش هيديني استقرار بل هيقل الاستقرار. وبالتالي نقول الميل الالكتروني ضعيف. بنسبة لنا في الفور ايه? هنخليها للحلقة الجاية. طيب في الفايف اي. مسلا اني سيفن. بوان اس تو. تو اس تو. تو بي سري. هنا ده مستقر. ده نصف امتلاء. يبقى الالكتروني اللي هيجي هيضعف. لا احنا مش عايزين الكترونيات زيادة. هنقف عند التو اي. وهنقف عند الفايف اي. وهنقف عندهم لك مرة تاني لان وقت حلقتنا خلص. احنا ان شاء الله على وعد مني في الحلقة الجاية. سؤال مصطفى يبقى طولي على الواطس. ان شاء الله هجبهله. وبالنسبة لي الاستثناءات دي. هي لسه كتير فعلا. هنبدأ بيها الحلقة الجاية. ان شاء الله. استوضاعكم بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.